هنروح لأخبارنا هنبتدي بخابرنا الأول وهو زي ما قلت لحضراتكم مباراة مصر مع السويد للأسف احنا خسرنا من الدنمارك أول أمس وتحطينا في عقبة السويد وخلاص بأمر واقع هنلاعب النهاردة السويد في دور التمانية ان شاء الله الساعة 9 ونص سوداسي الأهلي بيقود أكيد منافسات النهاردة ونتمنى لفريق قوة اليد يتخطى السويد لأنه خلاص يعني أنا شايف أنه كان لازم نكسب يد دنمارك يا نكسب السويد لازم تكسب مطش من الاتنين خلاص انت خسرت من الدنمارك تحطيت قدام السويد الموضوع من الصعب دايما لعبت أو فريق منتخب مصر قوة اليد دايما بلعبه برجولة وبأداء جيد لانتظر النهاردة المباراة وقلت لحضراتكم المباراة ان شاء الله تبقى فيه تمام الساعة 9 ونص وطبعا يعني لعبة النادي الأهلي عبد الرحمن حميد وإحمد خيري ومحشر رمضان ومهاب سعيد وإبراهيم المصري وإحمد عادل الحقيقة مدين أداء كويس جدا أنا برضو بس يعني مش عايز يعني أتكلم كتير ولا عن مباراة الدنمارك طبعا علي زين لعب النادي الأهلي السابق مش عايز أتكلم كتير عن مباراة الدنمارك والسويد غير في وجود طبعا يعني الزميل العزيز ناقد الرياضي وستاذ شادي نبيل هنتكلم أكتر فيمكن هو بس الخبر أن احنا هنا لحضراتكم مباراة 9 ونص بعد الحلقة مباشرة نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر ويبقى عامل مفاجئة وإن شاء الله نتأهل لدور قبل النهائي بصرف النظر يعني هللاعب مين بس نوصل لدور قبل النهائي بإذن الله